السلام عليكم هنعمل النهاردة بربة البلح الثماني بكل سهولة والطعم خطير عندي 3 كيلو من البلح الثماني هخسله كويس قوي وأقشره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما كل الكمية بتاعتي تخلص يلا بينا بقى فحل كده على النار هحط فيها لتر من الميا وححط فيها البلح واغطيه بالميا واسيبه المدة 15 دقيقة لحد ما يتسلم او الماير لي ويتسلق بشيله من مية السلق وبعد كده اسيبه لحد ما يبرد خالص وابدأ اشيل النوى بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده وحافظ عليه علشان البلحة تبقى زي ما هي كده وما تتكسرش بعد كده هضيف لمية السلق بتاعتي كيلو من السكر وحبات من القرنفل وعود من الارفة الخشب وعصير للمونة وببدأ احرك الخليط بتاعي كويس قوي وأقلبه واسيبه لحد ما يغلي ههدي النار بتاعتي وهضيف البلح ولو فيه اي ريم ببدأ اشيله على طول طبعا بحط البلح وبسيبه يستوي المدة 30 دقيقة وبكده بعد كده هتشوفه المربقة بتاعتنا استوت ومش محتاجة اي حاجة وصص بتاعها بقى مظبوط جدا ده شكلها النهائي جميلة قوي وطعمها رهيب لازم تجربوها متنسوش اللايك والشير وبي باي وأشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر